إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة حتى في الثانوي لذلك فهو درس مهم جدا وبعض التلاميذ عند الإعراب يخطئون في إعراب الأفعال الخمسة فيظنون أنها أن إعرابها هو إعراب جمع المذكر الثانوي وقد لاحظت ذلك في أكثر من مرة إذن ما هو تعريف الأفعال الخمسة إذن باختصار شديد الأفعال أو الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع إذن شرط الأول أن يكون فعلا بضارعا اتصل به ألف الإثنين أي الألف الدال على المثنة مثل تفعلاني ويفعلان تفعلان أنتما ويفعلانهما إذن ضمير المثنة سواء المخاطب أو الغائب أو اتصل به وو الجماعة مثل تفعلون أنتم ويفعلونهم إذن ضمير الجماعة أنتم وهم أو يا المخاطبة مثل تفعل إذن المخاطبة وليس المخاطبة إذن تفعلين أنت إذن خمس ضمائر الدال على المثنى وهي هما وأنتما والدال ضميران دالنا على الجمع وهي وهما أنتم وهم والضمير الخامس الدال على المخاطبة وهي وهو ضمير أنت إذن كل فعلا مضارع اتصل به ألف والإثنين أو وو الجماعة أو ياء المخاطبة ما هو حكم أو ما هو إعراب الأفعال الخمسة إذن تعرب الأفعال الخمسة بثبوت النون أو ترفع بثبوت النون أي وجود النون وتنصب وتجزم بحذف النون طبعا هذه قاعدة بالأمثلة يتضح الأمر إن شاء الله إذن لاحظ معي هذه الجملة الأولى الجنديان يدافعان عن الوطن إذن الجنديان مبتدأ مرفوع لماذا مبتدأ؟ لأنه في بداية الكلام ولأنه اسم ولأنه معرف ولأنه مرفوع إذن مبتدأ مرفوع وعلى مترفعه الألف المثنى مرفوع على مترفعه ألف المثنى يدافعان فعل مضارع لماذا فعل مضارع؟ لأنه يدل على الوقت المضارع الزمن الحاضر ولأنه مرفوع بماذا مرفوع؟ مرفوع على مترفع ثبوت النوني لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة أين الفاعل؟ ألف الأثنين هو الفاعل يدافعان إذن هذا الألف المتوسط بين حرف العين وحرف النون هو الفاعل والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل إذن عن الوطني عن حرف الجر والوطني اسم مجرور بعنوى على متجره الكسرة الظاهرة على آخر طبعا ولا ننسى الخبر هو الذي هو جملة الفعلية إذن والجملة الفعلية يدافعان عن الوطن في محل رفع خبر للمبتدأ إذن المثال الثاني المفكرون يساهمون في بناء المستقبل المفكرون مبتدأ مرفوع وعلى مترفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم يساهمون فعل مضارع مرفوع وعلى مترفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة لاحظ كلمة المفكرون تجد فيها واو الجماعة ويساهمون تجد فيها واو الجماعة لكن هناك فرق شاسع وكثير من التلاميذ لأسف يخطئوا في الإعراب فيظنون واو الفعل مثل واو الجماعة المذكر السالم فالأولى واو في كلمة المفكرون هي علامة رفع فقط أما الواو في الفعل المضارع فهي الفاعل إذن فرق كبير ما بين أن تكون مجرد علامة رفع يعني مثل الضمة وأن تكون الفاعل نفسه إذن فالواو في كلمة المفكرون هي علامة رفع أما الواو في يساهمون فهي الفاعل إذن والواو ضامير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل في حرف جربينا اسم جربي فيه وعلى مجرد الكسر الظاهر على آخره وهو مضاف المستقبل مضاف إليه والجملة الفعلية يساهمون في بناء المستقبل في محل رفع خبر للمبتدأ المفكرون أنت تحبين إذن أنت مبتدأ ضمير منفصل مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ تحبين فعل مضارع مرفو وعلى مطرفه ثبوت النول لأنه من أفعل خمسة وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل عمل مفعول به منصوب وعلى مطرف الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف والخير مضاف إليه والجملة الفعلية تحبين عمل الخير في محل رفع خبر للمبتدأ أنت هذه الأمثلة الأخرى تبين أكثر لاحظ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يعلم ما تسرون وما تعلن لاحظ الكلمة لاحظ الفعل المضارع يعلم فهو يدل على مخاطب وحد وهو الله سبحانه وتعالى جل جلاله لذلك فكلمة أو الفعل يعلم هو مرفوع وعلى مترفعه الضم لأنه يدل على المفرد كما قلنا الله سبحانه وتعالى لاحظ الفعل المضارع بعده مباشرة تسرون اتصرت به واو الجماعة لماذا؟ لأنه اتحدث عن مجموعة من الناس أو البشر جماعة من البشر تسرون أي تخفون إذن تسرون فعل مضارع مرفوع على مترفعه ثبوت النوني وليس على مترفعه الواو كما يعتقد أو كما يخطئ بعض التلمي إذن على مترفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة الواو هنا مجرد فاعل مجرد فاعل إذن والواو ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وما تعلنون إذن تعلنون أيضا فعل مضارع مرفوع على مترفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة واو الجماعة فاعل في حالة نصب الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة لاحظ لن تنالوا البر إذن لن تنالوا تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبي حذف النون لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة السؤال لماذا هو من الأفعال الخمسة؟ لأنه مضارع واحد ولأنه اتصل به وهو الجماعة إذن منصوب بلن وعلامة نصبي حذف النون حتى لن تنالوا البر حتى تنفيقوا إذن حتى هي حرفه نصب تنفيقوا فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبي حذف النون لأنهم من الأفعال الخمسة تحبون مما تحبون تحبون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت لأنهم من الأفعال الخمسة وهو الجماعة فاعل إذن الآية الأخرى وهي إن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحمة إذن إن حرف جزم وشرط إذن الجزم هو معناها الجزم هو عملها والشرط هو معناها إذن تصلحوا فعل مضارع مزوب بإن وعلامة جزم حذف النوليان من الأفعال الخمسة وهو الجماعة فاعل وتتقوا فعل مضارع مجزوم بإن المضمرة والله أعلم تتقوا فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزم حذف النوليان من الأفعال الخمسة وهو الجماعة فاعل إذن هذه الأمثلة الثلاثة تدل على حالات الإعراب للفعل للأفعال الخمسة حينما تكون مرفوعة بثبت النون ومنصوبة ومجزومة بحذفها إذن إلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة